اشتركوا في القناة على معاناة ريناد ريناد الطفل التي تعاني من خلل في جهاز المناعة والتي أجريت لها عملية زراعة النخاع العظمي من شقيقتها المتبرعة لها ولكن وبإرادة الله ولسوء حظها لم يكتب لتلك العملية النجاح وقد صدر بعدها قرارا بإيقاف علاجها لتوفر العلاج بالداخل وعودتها لاستكمال العلاج في المملكة ولكن ومع تطورات أوضاعها الصحية بقيت الطفلة تتلقى العلاج في المستشفى بعد المضاعفات الحرجة وبعد تعرضها للدواء الكيميائي ومشاكل الرئة والتنفس وعلى لسان شقيق الطفلة فقد قرر الأطباء إجراء عملية أخرى لزراعة النخاع من أجل وضع حد لمرضها المناعي فهل تمت عملية الطفلة ريناد وما هي آخر تطورات أوضاعها الصحية وكيف هو وضعها الصحي الآن ما سنعرفه بعد هذا التقرير استيديو الإخبارية برياض الصامتي أهلا بكم من جديد نحن معنا في هذا الموضوع حاكم المطيري وهو شيقيق الطفلة ريناد مرحبا بك حاكم طمننا الآن على وضع الطفلة كيف هو الحمد لله بعد معنات خمس سنوات أو ست سنوات الحمد لله وبعد فشل الزراعة الأولى تمكننا بفضل الله أن نعمل الزراعة الثانية ولكن الآن في إجراءات أن ننتظر هل تنجح الزراعة أو لا ما زال أنه فيه طريق طويل إذا ما إن شاء الله ربي يكتب له الشفاء على أجل بإذن الله طيب ليش الآن أنتم مستعين من نقلها أو عودتها إلى المملكة؟ نحن ما نحن مستعين لكن نحن ما لقنا علاج للأسف له هنا في سعودية وهذا اللي خلاننا في البداية أن نطلع على أمريكا يعني لو فيه علاج هنا ما كان طلعنا من البداية أساسا خصوصا أنه كان فيه حالتين توفعوا رحمة الله عليهم أخواني صغار توفهم صغار بنفس المرض بنفس المرض بنفس المرض صحيح هذا اللي خلال الوزارة أنه دام أنه فيه تاريخ سابق وأنه ما فيه علاج لها في السعودية ترسلنا من عام 2012 لو كان فيه علاج ما طلعنا من البداية ولا تحملنا هم الغربة ولا تحملنا هم النفسي اللي نحن نعيشه مع المريضة طيب كيف كان خطة العلاج هناك خطة العلاج كانت مقسومة على قسمين القسم الأول لما بطلعنا من هناك كانت حالتها الحمد لله في وضع صحي ممتاز سويت الزراعة الأولى زراعة النخاء مر لا كتب أنها تنجح للأسف جهل تهبات في المخ تهبات في الرئة تهبات في الكبد والطحال سأت للحالة لما صارت أنه خلاص إلى سنة سنتين ما تقدر تسوي الزراعة هذا اللي أخر مدة علاجنا لما تقريبا قبل سنة ونص استقبلنا أنه صارت حالتها الصحية أنه تقدر تستقبل الخلايا أو تستقبل حتى العلاج الكيماوي الحمد لله مشينا فيه والآن نقول إن شاء الله يا رب أنه تكمل الخط العلاجية هذه بالنجاح طيب جميل يعني هي الآن علاجها متوفر بالمملكة الآن لا عندي أربع اعتراضات من مستشفى التخصي بما أنه وزارة الصحة حولوني عليها أنه رفضوا استقبال الحالة ليش؟ أنه ما عندهم علاجة متوفر غير متوفر غير متوفر بخصوص المرض هذا أربع تقارير في أربع توريخ مختلفة من مستشفى التخصي؟ من مستشفى التخصي صحيح طيب بس أن المملكة قالت أنه العلاج موجود هل يمكن أنه موجود في المستشفى ذاته أو أنه موجود أبدا في المملكة؟ والله يجب أن يفيدوني لأنه لما راجع وزارة الصحة يحاولوني عن مستشفى التخصي يحاولوني كمسا؟ نعم مستشفى التخصي بما أنه المستشفى تقريبا الأفضل في أمراض الدم والمناعة لكن زي ما قلت لك المستشفى نفسه يرفض المستشفى يرفض؟ نعم طيب أنت الآن وش تناشد؟ هل بعلاجها خارجا؟ هذا ما تود أنت تقوله في رسالة البرنامج اليوم أنا ناشد أولا أنا ناشد الملك سلمان وناشد سمو الأمير محمد بن سلمان بأنه يشوفون محل مشكلته معاناتي أنا لو من البداية قلت لك لو من البداية كان في علاج في السعودية ما تحملنا هم الغربة والخسائر والتعب النفسي اللي إحنا نطلع عشانه إذا في علاج في السعودية فإحنا كأسرة مستعدين نرجع إذا ما في علاج ودنا أن نكمل بس الست الشهور إلى السنة القادمة إلى ما الدكاترة هناك ولا طباء يقولوا أنه خلاص المرض بإذن الله أنه انتهى ولا عاد في شيء يخاف منه بالنسبة لحالته وأن الحالته مستقرة ونرجع هنا للسعودية طيب أنت ذكرت لحاكم أنه عندها أخوان اثنين الله يرحمهم توفوا بنفس طيب ما تهجتم معهم نفس الخطة العلاجية يعني أنتم مش كانت كيف عملتم مع حالاتهم سابقة أخوان كانوا صغار في العمر الأول أنا ما أذكر عنه أي شيء الثاني أخوي بدر الله يرحمه أنا كنت تهنية كنت من مع الوالد نسعى في أنه نرسل للخارج كان في مستشفى الحارس البطني لكن كانت حالته الصحية جداً سيئة ما تسمح أنه يطلع بره المستشفى فتوفى قبل حتى نكمل أسف أوراقه في العلاج الخارج كم عمارهم؟ الأول ما تذكر الثاني كم يعني في حدود كم كانت عمار؟ الثاني مات تقريباً توفى في عمر سنتين سنتين؟ أي أو أقل من سنتين بقليل طيب يعني والآن رناد عمرها ثلاث سنوات عمرها خمس سنوات خمس سنوات الله يحفظها طيب الآن لما راجعتم في خلال الخطة العلاجية هل لاحظتم أنها قد تكون في بوادر علاج في الخارج فعالة إن شاء الله ومجدية حالتها؟ الحمد لله صحيح أن المرض صعب ومرض نادر ويتطلب له خطة علاجية طويلة الأمد لكن الحمد لله في الوضع الحالي الآن لا هي اللي ساءت حالتها ولا هي اللي يعني أقدر أقول أنها تحسنت لكن مع لطباق عادي يتابعونها مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع تحليل دمها الدم تحليل الدم عندها أحيانا تكون كويسة أحيانا تكون سيئة لكن الحمد لله إذا ما كان في شيء سيئ هذا اللي نحن يدفعنا من أن نستمر في نفس الطريق كم سنة جلستم هناك؟ نحن من سنة 2012 يعني تقريبا خمس سنوات خمس سنوات طيب من اللي كان يتكفل بالمصرفات؟ تقريبا إلى شهر اثنين من عام 2016 كانت الدولة يتكفل ومن بعدها على حسابنا الخاص بعد أمو كلفة صحيح يعني الحمد لله قدرنا في الولاية نفسها نقدرنا أن نجيب تأمين صحي مجانا من الولاية يغطي تكليف المستشفى لكن برضو أن التأمين هناك ما يغطي كل شيء فأحيانا نضطر ندفع على مثلا دكتور في مستشفى خارجي تابع أمراض معدية تابع أمراض مناعة ندفع نحن من حسابنا الخاص غير تكليف السكن تكليف المعيشة التنقلات طبيعا طيب لكن هل العلاج بيكون علاج إن شاء الله قطعي أو أنه يحتاج فقط هو برنامج علاجي أو برنامج متابعة لا الحمد لله هو علاج قطعي بإذن الله هو علاج قطعي بإذن الله بأنه يكون لها جهاز مناعي جديد جميل فرص نجاحه أو فرص نجاح هذا أعطاكم نسبة؟ كلام الدكاترة تتجاوز 7% الحمد لله تتجاوز 70% الحمد لله طيب نحن المفترض كان معنا مشعل أربعان وهو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تواصل مع فريق البرنامج اعتذر الآن ربما يخرج لنا في حلقة قادمة يقول أنه يحتاج إلى فرصة لتجميع المعلومات عن الحالة طيب حاكم الآن نقدر نقول أنها تقدر تكمل الفترة التي نحصل فيها على موافقة مثلا مزارة الصحة أو الحين مثلا تحسن ظروفكم يعني أحوالكم المادية والسفر بها خارجا وضعها الآن لا يوجد خطر وضعها الصحي حاليا الحمد لله مستقر الحمد لله الحمد لله وضعها الحاليا مستقر لكن ما أخفيك تكلفة ميشة تقريبا سنة ونص على آتقنا نحن مرهقة مرهقة طيب الآن أنتم مناشدتكم بعودة الدعم العلاجي لها نعم مصرفات العلاج لها نعم صحيح أنا كل اللي يناشده أبغى أنه عفى الله عن ما سلف نبغى بس إن شاء الله أهل الخير وخادم الحرمين ولي عهده محمد وسلمان الفترة الجاية الحمد لله قضينا خمس سنوات الفترة الجاية إن شاء الله ما تتجاوز سنة إلي ما تكون حالة رينادة الصحية الحمد لله ممتازة تتجاوز هالمرض اللي تتعبنا فيه سواء مع رينادة وما غيرها حاكم أنت لما أعطاك المستشفى التقرير ما رجعت الوزارة الصحة وقلت لهم أنه التقرير يقول كذا صحيح رجعت الوزارة الصحة ووزارة الصحة ترفع معاملة من جديد يحولون الهيئة الطبية العليا الهيئة الطبية العليا تحولها المستشفى تخصي ومستشفى تخصي يرفض كم مرة أربع مرات أربع مرات طيب ليش الدائرة هذه كلها يعني الله أعلم أنا ما أدري إيش الخلل حاولت ناشد عن طريقة السفارة أو المحاقية الصحية في أمريكا نفس الحكاية الوزارة الصحة الوزارة الصحة يحولون المستشفى التخصي طيب إحنا وصلنا إلى الختام إن شاء الله يصل صوتك إلى المسؤولين يعطيك العافية حاكم المطيري شقيق الطفل رانا شكرا لك شكرا